نزل المعات المتظهرين إلى شوارع باريس لإحياء ذكرى منذ بحث السابع عشر من أكتوبر 1961 وذلك بعد يوم من اعتراف رئيس ملوان ماكرون بأن الواقعة لا مبررة لها المزيد في تقرير زميلة فاطمة عمر خميسي الجزائريون في فرنسا ونشطاء حقوق الإنسان يحيون الذكرى الستين لمجدرة باريس ويطالبون الدولة الفرنسية بالمزيد من الاعترافات وبتحملها مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق الجزائريين خلال فترة الاستعمار الفرنسي إحياء ذكرى المجدرة في باريس بدأ عام 2012 فبر صدور تصريحات توافق على تأبين ضحايا المجدرة غير المعروف عددهم فغالبية الجثث والإصابات تم رميها في نهر السين في السابع عشر من أكتوبر عام 1961 في العاصمة الفرنسية باريس قمعت الشرطة الفرنسية بشكل وحشي مظاهرات اشترك بها ثلاثون ألف جزائري خرجوا من أجل استقلال بلادهم واحتجاجا على قرار حظر التجول المفروض عليهم على مدى عقود تجاهلت الرئاسة الفرنسية الحديث عن هذه المجزرة وبعد ستين عاما يحيي ذكرها الرئيس الفرنسي بشكل علني ويدينها أما جزائريا فقد تقرر الوقوف حدادا لمدة دقيقة كل سنة في مثل هذا اليوم لتخليد ذكرى أرواح الجزائريين الذين زهقت أرواحهم خلال التحرر من الاستعمار الفرنسي وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمة كبيرة في ظل تصريحات مكرون الأخيرة والتي حملت تساؤلا يشكك بوجود الشعب الجزائري قبل الاستعمار الفرنسي إن استراتيجية وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متناقضة جدا حيث يمكن القول أنه يصرح تصريحات سياسية تناقض أفعاله والتي يصفها قصومه بأنها مفارقة حقيقية تصريحات ماكرون لم تمر مرور الكرام ومثلت مساسا بذاكرة أكثر من خمسة ملايين جزائري قتلهم الاستعمار الفرنسي كما أدت إلى اتخاذ خطوات تصعيدية إذ قامت الجزائر باستدعاء سفيرها للتشاور معه بشأن الحاصل وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية وهنا يطرح السؤال هل إدانة ماكرون وتحمل بلاده مسؤولية مجزرة باريس سيخفف من حدة الأزمة بين البلدين؟ والحديث حول هذا الموضوع ينضم إلي الصحفي سعيد عفاسي برحم بك سيد سعيد إذن بداية تأتي هذه الحادثة في وسط أزمة ديبلوماسية وتوتر في العلاقات بين فرنسا وأجزائر هل ما الممكن أن تفي بالغرض تصريحات ماكرون أمس وتحلح لهذه الأزمة؟ أعتقد هي جزء من الحل للأزمة وماكرون يستعد للانتخابات القادمة من خلال الهجوم على فرنسا والعودة إلى مصالحتها أو الهدنة أعتقد بأن القضية الفرنسية الإسبانية هي تشبه كثيرا المسلسل الكارتوني طومي جيري ذلك أن فرنسا تمتلك الأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية للجزائر والجزائر لا تستطيع أن تطالب بهذه الذاكرة وتعرف جيدا فرنسا كيف تعزف على هذه الأوطار الحساسة للجزائر وفي كل مرة تنقش ملفا لكي تستفز الجزائر لأن الجزائر هي بين أيدي وأعتقد السلطة العسكرية الجزائرية بين أيدي السلطات الفرنسية وفي كل مرة تحاول أن تلوح بملف معين الجزائر اليوم هي تقف مكتوفة الأيدي أمام المجازر الكبرى التي مارستها فرنسا داخل الأراضي الجزائرية أما ما يتحدث عنه في مجزرة 1961 فهي جزء بسيط من الشيء الذي مرت عليه الجزائر الفرنسا قامت بمجازر لا يمكن أن ينسها الطريق ولا يمكن أن يمحاها الاعتذار ولا يمكن أن تنسها الذاكرة الإنسانية ككل لذلك الجزائر بدل أن تذهب بتعليق مسمار جوحة على انتفاضات 1961 يجب أن تنظر إلى ملايين المواطنين الجزائرين الذين قتلوا ببشاعة وما أمام أنظار الجزائرين أنفسهم والفرنسيين وخصوصا الجنرال دوغول الذي قالها قبل أن يكون مكرون الماريشال دوغول قال بأن لن تكون هناك دولة جزائرية عندما احتلت فرنسا الجزائر سنة 1830 فهذا تكرار للتاريخ لكن الواقع يبقى كما هو مكرون يلعب على هذه الأوطر ويحاول أن يمتص غضب الشارع الجزائري الشارع الفرنسي من الجزائري لأنه يدرك جيدا بأن الجزائريين داخل المدن الكبرى في الفرنسا إذا خرجوا إلى الشارع فلن يبكوا ولن يذروا شيئا أخضرا داخل الشوارع نحن نتحدث عن أزمة العلاقات بين فرنسا وجزائر ما هي أخر تطورات في هذه الأزمة بالنسبة لفتح الأجواء الجزائرية أمام الطائرات الحربية الفرنسية أعتقد بأن فرنسا الجزائر عرفت بأنها تعد المطار الدولي الموجود بتندوف وتحاول أن تحد من مرور الطائرات العسكرية حتى لا تجسس على ما يقام بالحدود الجنوبية للجزائر وبالحدود الغربية مع المغرب لذلك الجزائر قالت بمنع الطائرات للجزائر وخصوصا منه العسكري لمرور على الأجواء الجزائرية لكن الأزمة ستصمر ولن تقف عند هذا الحد لأن ما يربط الجزائر وفرنسا ليس فقط تصريحات وليس فقط هدنة أو ممارسة سياسية وإنما تربطها أزمة عميقة لن تقف عند هذا الحد وإنما تستمر وتختفي وتظهر في كل مرة يكون السياسي الفرنسي في حاجة إلى هذه الأزمة سوف ينبش هذه الأزمة وفي كل مرة الجزائر كذلك عندما تريد أن تهرب بأزماتها الداخلية من الشعب الجزائري تحاول أن تعلق فشلها على تصريحات السياسيين الجزائر الفرنسي وعلى رأسها ماكرون الصحفي سعيد فاسي شكرا لك على توجودك معنا فقد تذكر أن هذه صورة رأيناها هي صور حصرية أتتنا من فرنسا اليوم شكرا لك سعيد على هذه المشاهدة